مساء الخير، أهلا بحضرتك، أولا مبروك على الجايزة مرشتي، الله يبارك فيك وأحب أعرف منك أهمية الجوائز بالنسبة للكتاب يعني قد إيه الجايزة بتمثلك؟ أو بتمثلك إيه؟ مش قد إيه الجايزة بتمثلك إيه، بتمثلك إيه الجايزة بشكل عام؟ الجايزة بالنسبة للكتب هي دعم بتأجير، ده حاجة يعني معروفة إنما الجايزة الحقيقية بالنسبة للكتب هو النجاح اللي بيحققوا العمل بتاع الجماهيري من جمهور الكراء لأن أنا دائما بقول هو إيه الفكرة إن أنا أخد جايزة بس العمل محققش نجاح أو ما فيش أقبال قرائي عليه وفيه أعمال بتاخد جوايز بس مش بتحقق ده فالحمد لله الرواية بتاعتش محققة لتنين فيه نجاح في القراءة يعني فيه نجاح وجايزة فيه أقبال قرائي عليه بشكل عام حددتك كنت متوقعة الجايزة دي؟ ممكن أقول لك لا ما أودت بحدش ممكن يتوقع جايزة لإني جيبتوا بقى يعني فيها اعتبارات كتير قوي بس لما وصلت للقايمة الكثيرة لأ أنا عندي شي توقع وتوقع كبير المعادلة اللي عملتيها في الرواية اللي من وجهة نظر حدرتك تسببت في إن الرواية دي أخدت جايزة كانت إيه؟ يعني إيه الخلطة ككاتبة ما كل بني قدم في شغلته بيبقى عنده بصمة أكيد إيه الخلطة أو إيه المعادلة اللي حدرتك وفرتيها في الرواية فبالتالي حققت النجاح ده شوفي إحنا دلوقتي في اعتقاضي في عصر الرواية المعلمتية إحنا في عصر الانترنت والتكنولوجي وأصلح القارئ الضقيقة القراءة ده غيرت عن الأول القارئ بيحب المعلومات بيحب أكتر أنه هو لما يمسك كتاب يقرأه يستفد منه إحنا عارفين أن الأدف يعني هو الهدف منه المتعة في المقام الأول بس برضو بجانب المتعة الدنيا تغيرت عن الأول الإقاعة اختلف كل حاجة اختلف بالضبط لأنك أنتش عطري الانترنت بتبحثي بتقري أكتر بيبقى في معلومات أكتر فأنا الرواية بتعطي فيها كم وافر من المعلومات وبعدين عن كمان حاجة مهمة أوي حقبة زمنية مهمة أوي في تاريخ مصد طبعا وهنتكلم عن ده بالتفصيل بالضبط فهي فيها حاجات مغرية للقارئ وبتستهدف النجاح يعني أو ممكن نقول إن هي ممكن الرواية اللي بتحذر الجوائز بتحوز عليها الأيام الزي بتكون فيها معلومات فيها تاريخ فيها فن فيها فيها حاجة مختلفة مش أعتيادية مش أعتيادية بالضبط ودي كانت المعادلة أو دي كانت الخلطة اللي كنت عاملاها في الرواية مضبوط ترجمة نانسي قنقر